كانت اليمن واحدة من الدول القلائل الناجية من الوباء العالمي لكنها لم تعد كذلك بعد تسجيل أول حالة إصابة بفايروس كورونا ما فتح نوافذ تخوفات من توسع خارطة انتشاره حيث علنت الحكومة اليمنية تسجيل أول إصابة بفايروس كورونا في محافظة حضر موت وبحسب بيان اللجلة الوطنية لمواجهة وباء كورونا فإن الحالة المكتشفة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية وتقوم الفرق الطبية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة الحالة المكتشفة رفعت من حالة الجاهزية في حضر موت حيث دخلت المحافظة في نطاق حضر تجوال الكلي بناء على تعميم محافظها فرج البحسني قضى بإغلاق الأسواق والمساجد ومنع التجمعات في عموم المديريات وتنفيذ حملة رش وتعقيم الشوارع والأماكن العامة وقد طالت حالة الحضر ميناء شحر حيث صدر توجيه بإغلاقه وتعقيمه وإخضاع كل العاملين فيه للحجر المنزلي وصول وباء كورونا لليمن يرفع من حجم التخوفات حيث سيمثل كارثة كبيرة نتيجة لانهيار القطاع الصحي في البلاد بفعل سنوات الحرب خصوصاً وأن اليمن تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتنتشر فيها الكثير من الأمراض المعدية مثل الدفتيريا والكوليرا وحمضنك بالنسبة لعاملين في المجال الصحي فإن الإجراءات التي اتخذتها محافظة حضر موت من حضر التجوال وإغلاق الأسواق ومنع تجمعات يجب أن تشمل جميع المحافظات مع إغلاق كافة المنافذ تحسباً لاحتمال التفشي الوباء في اليمن ترجمة نانسي قنقر شكرا